مرحبا بكم مشاهدينا في أولى نشراتنا الإخبارية وقبل البداية إليكم العنوين العدوين الغاشم يتواصل في قطاع غزة وسط مساع دبلوماسية لوقف الانتهاكات الصارخة على الشعب الفلسطيني الأعزل وحركة حماس تنفي أعلن هدنة لساعات وفتح معبر رفح الحدودي انتلاق استخدام أول محطة نموذجية ذكية لتحلية المياه المالحة في جنجيس بكفاءة تونسية لترتقي بالقطاع الفلاحي من طبعه التقليدي لاستعمال التقنية الحديثة ومجابهة التغيرات المناخية في قفصة تجربة جديدة في إنتاج النباتات الطبية والعطرية البيولوجية انخرط فيها عدد من الفلاحات والعمل على تعميم هذه التجربة الموجهة إلى تصدير إذن نستهل النشر بمستجدات الوضع في فلسطين يواصل المحتل الصهيوني استهدافه للشعب الفلسطيني لليوم العاشر على التوالي وعلى واقع الألم والسمود يتفاقم عدد الشهداء والجرحة في تعد صارخ لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي تفاصيل الخبر في الورقة التالية لإيمان بن عمر خلافا لما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام حول هدنة اللساعات أو فتح معبر رفح الحدود مع مصر أكد القياد في حركة حماس لوكالة الأنباء رويتز أنه لا صحة لهذا الخبر وكانت مصادر أمنية مصرية أفادت لرويتز في وقت سابق أنه تم التوصل إلى اتفاق لفتح المعبر الحدودي للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة اعتبارا من الساعة السادسة بتوقيت جرينيتش كما ذكر مصدران أمنيان مصريان لرويتز أن اتفاقا تم بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان السهيوني ومصر على وقف لإطلاق النار في جنوب غزة يبدأ في السادسة صباحا بتوقيت جرينيتش بالتزامن مع إعادة فتح معبر رفح الحدود وتزامنا مع تصريح القياد في حركة حماس سوشيل ارتفاع مفزع لحصيلة عدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وظفة الغربية لليوم العاشر على التوالي لتصل إلى 2888 شهيد و10950 جريحا ومعه يتواصل الأدوان الصهيوني على قطاع غزة بقصف عنيف من الطيران الحربي والزوارق الحربية ومدفعية الاحتلال التي تستهدف في مجملها المدنيين والمنازل والأبراج والبناية السكنية في عملية إبادة غير مسبوقة للشعب الفلسطيني الصامد وفي ضرب صارخ لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي وفي وقت يتواصل انقطاع الكهرباء والماء والمواد الأساسية في قطاع غزة الذي تدعم مع انطلاق عمالية تفان الأقصى وضمن جهود تونس الهادفة إلى وضع حد للعدوان السافر المتواصل على قطاع غزة تحادث وزير الشؤون الخارجية والهجرة وتونسين بالخارج نبي العمار أمس مع نظيره السوري فيصل المقداد وأكد وزيراء خارجية البلدين على مواصلة الجهود والتحرك العاجل قصد تقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني الشقيق وللكف الفوري للعدوان الوحشي ضده كما أشاد الوزيران بصمود الشعب الفلسطيني أمام آلة القتل الممنهج التي تحصد أرواح الأبرية وشدد على الرفض المطلق لكل سيناريوهات التهجير للشعب الفلسطيني المقاوم والمرابط في أرضه والمدافع عن حقوقه كما نصت على ذلك كل الشرائع السماوية والقوانين والمواثق الدولية والإنسانية وعكست هذه المكالمة توافق وجهات النظر حول أولوية المرحلة فيما يتعلق بالدفاع عن الشعب الفلسطيني وحمايته والوقف الفوري لعدوان المحتل حسب ما جاء في نص بلاغ وزارة الشؤون الخارجية وتعبيرا عن موقف تونس الثابت في الوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني ودعمه دون قيد أو شرط انطلقت من تونس أمس طائرة محملة بالمساعدات الإنسانية والصحية لفائدة الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض إلى هجمة إبادة غير مسبوقة إنسانيا النقل لوليد الحمروي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية أثر الاجتماع الوزاري المضيق الذي انعقد بتاريخ التاسع من أكتوبر والذي أذن خلاله بتقديم مساعدات إنسانية وصحية وإغاثية انطلقت أول طائرة لنقل المساعدات من أدوية وأغطية وحليبا للأطفال للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني سيكون دفع الأولى وإن شاء الله تليها دفعات أخرى تعبر على الموقف التونسي الثابت والصامت في حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة عاصماتها القدس في حق الشعب الفلسطيني في عيش كريم على أرضه وهذا الحق ما نحاش لا بالتقادم ولا بالقصف السهيوني العشوائي على المنازل على المشافي على طواقم الإسعاف تنسيق تم قبل انطلاق رحلة المتوجهة نحو مطار العريش الدولية ثم إرسال المساعدات من هناك إلى قطاع غزة بعد تضافر جميع الجهود بين مختلف الوزارات من صحة وشؤون اجتماعية وخارجية ودفاعة والمجتمع المدني والهلال الأحمر التونسية لتحديد حاجيات الشعب الفلسطيني لمتابعة يومية ودائمة واتصال دائم مع الهلال الأحمر الفلسطيني وبلغات وزارة الصحة الفلسطينية فقمنا بأعداد القائمة الأولى للمساعدات التي عبر عنها الهلال الأحمر الفلسطيني هذه المبادرة هي تعد بالأطنان هي حسب طبعا كل ما تسمح به الطائرة فيفوق الاثناش طن حجم هذه المساعدات وهناك العديد وعشرات وعشرة الأطنان في الانتظار جاهزة الآن وإن شاء الله تعرفوا أن هناك لوجستية لابد منها هناك اكتظاث كبير الآن في المطار ومطار العريش خاصة أقرب مطار إلى معبررفع وطبعا هناك لابد من أمور لوجستية وتنسيق لبعث المساعدات وهناك طبعا توقيت وتنظيم كامل هذا أكد عبد تيف شبا ورئيس الهلال الأحمر التونسي وجود هبة شعبية من التونسيين ومن مختلف مكونات المجتمع المدنية للتبضع نصرة للقضية الفلسطينية في الشأن المحلي التونسي بكفاءات وخبرات تونسية بحتة انطلقت بجرجيس أول محطة نموذجية ذكية لتحلية المياه المالحة بشراكة بين أحد الفلاحين ومشروع القطب التكنولوجي سولارتك الجنوب بعد تجربة أولى قام خلال هذا القطب ببعث محطة سنة 2017 تعتمد على تكثيف الحراري من خلال طاقة الشمس خميس ببطان والتفاصيل في معتمدية جرجيس في إنجاز علمي غير مسبوق هو الأول محطة ذكية لتحلية المياه تنجز بكفاءات تونسية خالصة باكورة انتاجات القطب التكنولوجية للتقاط المتجددة بجرجيس وابتكاراته العلمية لمجابهة المتغيرات الملخية وانحباس الأمطار وندرة المياه وارتفاع درجة ملحتها في مناطق الجنوب التونسية احنا شغلنا أول محطة ذكية لتحلية مياه البحر في جهة زرزيس الغاية منها هو أنه نجعله من تونس إن شاء الله معناتها بلاد مصدرة للمحطات مثل هذه وهذا بشي يخلق أولا عديد مواطن الشعر ثم بشي يفض مشكل كبير هو مشكل المياه الصالحة للإستعمال كما تعرفوا تم شح مياه خاصة في الجنوب والوسط التونسي وعدة جهات مع المتغيرات المناخية من أهم المشاكل بالنسبة للمستقفى وهو الماء وهذه مثل هذه المشاريع من شانها أنها تخفف من حدة هذه الظاهرة وتخلق حركية اقتصادية جديدة هي ذكية يعني أنها فيها خصائص وفيها دي بروسيدور وفيها يعني معناها خاصيات تخليها تعمل عملية الصيانة باستهفة آلية وذاتية وهذا يعني في حد ذاته يسهل عملية الصيانة بالنسبة والاستغلال بالنسبة للفلاح اللي هو كما نعرف الناس لكل ما عندوش الموارد البشرية اللي تنجم تتعامل مع هالآلات هذية إحداث محطة ذكية لتحلية المياه واحدة من تدخلات عديدة للقطب التكنولوجي للتقاط المتجددة بجرجيس التي تشمل أيضا التكوين والبحث العلمي والتشديد التكنولوجي ذي القيمة المضافة العالية في مختلف المجالات بكل صدق نحن سعاداء اليوم كون الإنجاز هذه المحطة تم بأياد من طلب خرجي من الجامعة تونسية وبالأساس من خرجي المطسة الوطنية المهندسين بقابز في مجال معناها هندس الأسليب وكذلك الهندسة الكهربية بطبيعة الحال المشروع هذا سوف يساهم معناها في توفير حلول معناها من توفير مياه صالحة للري بطبيعة الحال المحطة هذه بش تكون معناها كما شفتوك هي محطة ذكية المنطقة هذه الإشكالية الكبيرة اللي هي ملوحة الأبيار واللي هي ما تتساعدش برشة للفلاحة لكن مع الحل هذا اللي تتروفزيهونها سولار تاك معناها اللي هي خبرة مية بالمية تونسية واللي استعملت معناها تكنولوجيات حديثة وذكية اللي تنجمت توصلنا الماء إلى جودة ممتازة وممتازة جدا لجودة ماء استعمال طاولة وحنا بحول الله بهالما اللي استوفره هنا هذه نجم نوفره زيت من نوع ممتاز وبكر ممتاز وبيولوجي إن شاء الله هذه المحطة الأولى التي اعتمد في إنجازها آخر التقنيات التكنولوجية تعد خير مثالنا لتفتح الجامعات التونسية ومؤسسات البحثة على حاجات البلاد الاقتصادية ولسيما في المجال الفلاحية لما استجاب هذا الإنجاز لحاجات مستثمر شاب في القطاع الفلاحي على أن تتم تعميمها على أوسع نطاق إلى قفصة وتحديدا في مناطق سند وسديعيش ونويل فلاحات يدخلنا تجربة جديدة تتمثل في إنتاج النباتات الطبية والعطرية البيولوجية بدعم من مجمع عربات للفلاحة البيولوجية والذي يعمل على تعميم هذه الزراعات على عدد أكبر من الفلاحات مراسلة الأخبار عيشة الجمني وتفاصيل أكثر حول هذا القطاع الموجه للتصدير في أغلبه تجربة جديدة في إنتاج النعناع البيولوجي على مساحة الأربع هكتارات تقريبا بسند وسديعيش ونويل انطلق مجمع عربات للفلاحة البيولوجية بسند في تعميمها على عدد من النساء الفلاحات ضمن نشاط المجمع في إنتاج النباتات الطبية والعطرية البيولوجية الموجهة في جزء كبير منها نحو التصدير على المجمع بتعنا تعرف بالنباتة الطبية والعطرية البيولوجية بدأنا في تاست مع جمعية فرنسوية تابعة جمعية الآجاء شبان الفلاحي الغاية من المجمع الغاية أنه الفلاحات المنخرطة تنشط وتخدم وتعطي معناها إنتاج كي بدأ إنتاج معناها واضحة خدمته ونماشي والكل تكون خير معناها السيدة مبروكة واحدة من النساء الفلاحات المنخرطة بمجمع عربطة للفلاحة البيولوجية بسند التي آمنت بتجربة إنتاج النعناع البيولوجي على مساحة الهكتار تقريبا بمساعدة نساء القرية من العاملات الفلاحات تجمع محصولها بمعادل ثلاث مرات في السنة ويدعمها المجمع بالمتابعة الفنية والدعم المادي وتسويق المنتوج المرة لولا نبدو نخدمه للأرض ونجونا نميلوها ونسان يريقلوها معناها ملاد ولا حد شيء كل خدمة ومن بعد نغرسوه هو نعملو لها تيوات نتع الماء ونغرسوه ونبدو نحلو عليه الماء هو ما يحب معناها الماء يروي شربوا فيه كانت شريبا ومن بعد كيفية يعلاق الصناها كل كي يجبنا خدامه ونحوه وورقناه وشيحناه في الظل يزم الظل وهم حسوا هم تو أنهم قاعدين يتقدموا في البداية كانت صعيبة لكن كما قلت لك ديما نحن بالتقطير والدعم هم يحسوا وشكونوا معهم يتشجعوا يتشوفوا يزادوا يقولوا عننا تقطير النباتات وسخرج الزيوت والعولة وتربية النحل فيه مختلف النشاطات الفلاحية بكلهم هم المجامع النسائية تحب على الدعم الدعم الفني والماديا ويبلغ عدد المجامع تنموية الفلاحية بولاية قفصة عشر مجامع فلاحية تنشط في مجالات مختلفة كتربية النحل والعولة وتربية دجاج الزيعة وتقطير النباتات الطبية والعطرية وغيرها من الأنشطة في المجالات الفلاحية التي ساعدت النسوى الفلاحات على الانخراط في برنامج الاقتصاد التضامن والاجتماعي والذي مكنهم من عائدات مالية محترمة زادت من تشبثهم بالأرض في أخبار الرياضة حافظت التونسية أنس جابر على مركزها السابع في التصنيف العالمي لمحترفات التنسل الأسبوع السادسي وتستعد أنس جابر للمشاركة في بطولة نهائية المرحلة الختمية بالمكسيك نهاية الشهر الحالي للمرة الثانية على التوالي إثر أعلانها عدم مشاركتها في بطولة الياسة من المفتوحة بالمنسير بداعي الإصابة يجري المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم حصته التدريبية الأخيرة قبل المواجهة الدولية الودية المرتقبة التي ستجمعه غدا الثلاثة بمضيفه منتخب اليابان وكان المنتخب التونسي أجرى مساء أمس حصة تدريبية أولى بعد حلوله بمدينة كوبي قادما من سيول بعدما خاض مواجهة ودية أولا هزم خلالها برباعية نظيفة أمام منتخب كوريا الجنوبية بهذا إذن نصل مشاهدين لأختم النشرة ونذكركم بأبرز عنوينها العدوين الغاشم يتواصل في قطاع غزة وسط مساء دبلوماسية لوقف الانتهاكات السارخة على الشعب الفلسطيني الأعزل وحركة حماسة في أعلن هدنة لساعات أو فتح معبر رفح الحدودي انتلاق استخدام أول محطة نموذجية ذكية لتحلية المياه المالحة في ججيس بكفاءة تونسية لترتقي بالقطاع الفلاحي من طبعه التقليدي إلى استعمال التقنيات الحديثة ومجابهة التغيرات المناخية في قفصة تجربة جديدة في إنتاج النباتات الطبية والعطرية البيولوجيا خرط فيها عدد من الفلاحات والعمل على تعميم هذه التجربة الموجهة إلى التصدير ويمكنكم متابعة نشراتنا على مواقع التواصل الاجتماعي عبر نسخ الرمز الموجود على الشاشة شكرا على المتابعة إلى اللقاء